صباح خير كريم صباح خير هاون صباح خير جميع النادي أهلي الأظام صباح الخير الجميع عضاء النادي أهلي بكل فروعه ويوم سعيد عليك يا رب النهاردة طبعا جايين نتكلم في حاجة مهمة جدا لو إحنا ابتدينا نتعود عليه حتى لو في البيت بما نحن نتكلم على تمارين منزليه في البيت جسمنا بعد شهر أو شهر ونص هيكون في حتة تانية خالص اي يا كابتن هيكون في حتة تانية خالص ودوعد مني لكم ازاي هستخدم بس 2 دومبل وستيب هذا اللي نستخدمه طب هنعمل لها كوتشن جسمنا هيبقى ترانسفورميشن بعد كده هيبقى في حاجة اسمها تمارينات مركب ايها تمارينات مركبة بالاختصار كده هي تمارينات بتشغل اكتر من عضلتين في تمارينة واحدة بس فده بيعمل توننج للعضلات وبيعمل حرق بالمرة وفي نفس الوقت انت بتوصل لنتيجة جسمك يبقى فيت ساعته حسنا نبدأ اول ناخد كم تمرينة مركبة نبدأ ان نعملهم في البيت حتى ممكن اللي جاهز معي وقعد في البيت دوقتي ممكن يقلدني عادي جدا ويشتغل مع بعض اول تمرين هنشتغل سكوات مع رفيرس دومبل يعني سكوات للرجلين مع رفرافة جانبية لعضلات الكتف تعالي نشتغل مع بعض ازاي هنشوف طبعا نبقى في الجلي الاول بمستوى كتفي كما نوقف كده وبعمل عدة سكوات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشر يلا نص فايف واحد اثنين طبعا نظري القدام شاد بطني فارد ظهري اربعة خمسة اوكي ده طبعا بيساعد في عضلات الفقد اللي هم رجلين وعضلات الكتف الجانبية تاني تمرين لانجز على السكب زي ما انا واقف على الارض عادي بافتح رجل بمستوى بردو ان انا رجبتي ما تسبقش القدم بتاعتي شاد بطني باصل قدام واشتغل كده طبعا رجل اللي هو وراء يا جماعة اللي هنلاحظ لو كاموها هتجيبها معي رجل اللي هو وراء لازم يكون وقف على مشت رجلي تعال انجز على الأرض ومعدة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد اوكي ده طبعا اثنين ثلاثة اربعة خمسة نفس اللي عملنا على اليمين هنعمله على رجل الشمال طيب تالت تمرين معنى ايه؟ تالت تمرين بعرضه هيستهدف الكتف وعضرة الرجلين بس تمرين مختلفة هنفل دراعنا كده بالضمبل زي ما احنا وقفين وهنزل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واخر حاجة هنعملنا مع بعض واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر هذه كانت اهم التمرين مبكبة اليوم لانا في الوقت الى المفرنامج وهنا كانت اهم التمرين معنا اليوم وهنا تستعمل ان تستعمل معظم عضلات الجسم تعملها تونج وفي نفس الوقت تعملها شيء وهذا ما نريد ان نحن افترى الان لان كلنا اعرفوا المسافرين والبحر والسحل فنريد ان نعمل اصرع فرما نقدر نقف بها بشكل صحي تمام؟ وأشوفكم في حلقات جاي كتير إن شاء الله وكل سلام وانتهجم معالك السلامة